مبادرة طريق مكة في عامها الرابع تنطلق في خمس دول اللي يعيش ضيوف الرحمن رحلة التيسير التي تبذل من أجلها المملكة جل جهودها يعيشونها حتى قبل السفر من بلدانهم باكستان ماليزيا اندونوسيا المغرب وبنجلاديش هي الدول المشمولة بمبادرة طريق مكة هذا العام حيث استقبل مطار الملك عبد العزيز أولى رحلات الحجاج القادمين من بنجلاديش واصطى منظومة متكاملة من الخدمات كما استقبل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة أولى طلائع الحجاج الاندونوسيين وتنطلق المبادرة من أفاق الحج في رؤية المملكة 2030 حيث تسخر الخدمات التقنية والرقمية لتحقيق أعلى درجات الجودة الممكنة في الخدمات المقدمة للحجاج مع الخطط الموسمية وتقدم طريق مكة تسهيلات في محطات الوصول داخل مطارات المملكة ما يسهل نقل الحجاج وتفويجهم بوسائل مبتكرة وأكثر أمنة حج ذكي بمسار إلكتروني بدءا من إصدار التاشيرة ومرورا بإنهاء إجراءة الجوازات والجمالك في مطار بلد المغادرة إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في السعودية وعند وصول الحجاج ترحيب وتيسير للإجراءات إذ ينتقلون مباشرة إلى حافلات تنتظرهم لإيصالهم إلى الأماكن المعدة لسكنهم في مكة والمدينة ومع التطور التقني المتسارع الذي تشهده المملكة سخرت جميع الإمكانيات التكنولوجية السعودية الحديثة في خدمة قاصدية الحرمين الشريفين ليؤدوا مناسكهم بكل يسر واطمئنان لتضيف بعدا آخر لنوعية الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن عنوانه الإبتكار